مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن 13 نوفمبر 20 التاني اليوم الأمر موجود ببوش العذراء تغيرت الأجواء الأبراج الترابية صارت كتير حلوة خاصة لموالي بوش العذراء يلي كان اليومين اللي ما رأوا كانوا شوي بطئين وبزاهو اليوم كيفو ديكون انهارنا البداية مع بوش الحمل موالي بوش الحمل الامر بوش العذراء والشمس بوش العقرب بدك تتوقع وتتوقع انه اليوم نهاركن من الايام يلي تتقدموا فيها كتير ومش شوي تتقدموا يمكن اكتر من تقدم يوم الاثنين اللي مرأ مبارح لكن نهاركن طويل يعني الشغل يلي بتقدموه اليوم بتحسوا انه كلفكن وقت وكلفكن كتير من المجهود انتبهوا لصحتكن خاصة مواليد 5-6 نيسان عبريل بالنسبة لبرش الثور مواليد بوش الثور اليوم نهار فعلا بيساعدكن وبعتبروا من الايام الحلوة في هذا الاسبوع من الايام الاحلة لازم تسمعوا الابراج الاسبوعية لتعرفوا عن شو عم احكي مواليد بوش الثور اليوم نهاركن نوعا ما بيفتح قدامكن مجال لمصالحة مع اصحابكن مع اخواتكن مع عائلتكن مع حبائكن اتخنقتهم مع زميلكم اتخلقتهم مع يمكن المدير عنكن المديرة عنكن اليوم نهار مناسب لحتى ترجعوا تلفل فوه تضبطوه وترعوه كمانا نهار شيء حتى ممتاز فيكون ل المصالحة وحتى الارتباط مهنيا وعاطفيا الاكثر حظا 14-19 ايار مايو بنتقل لبرش الشوزاء مواليد برش الشوزاء بالرغم من بعض القصص والحكايات يلي تدخل على الخط ان كان تلفونات من البيت ان كان تلفونات من الاهل ان كان تلفونات من الاصحاب الجو اليوم عند مواليد برش الشوزاء فيكون جو متقدم لكن في شوية انزعاش في شوية استياء في شوية ضغوط يمكن تعبانين جسديا يمكن تعبانين ما عندكم وقت ما عم بتلحقوا الجو ضغط فانتبهوا للنفسية اول شيء لانه النفسية اذا مننا مرتاحة مواليد برش الشوزاء بتضيئكن فاول شيء نفسيتكم بدأت تكون نقية بدأت تكون صافية بدأت تكونوا هاديين لحتى تشتغلوا اليوم وإلا تطلع كل الامور غلط بغلط الاكثر حظا 5-6-7-2 يونيو بالنسبة لبرش السرطان مواليد برش السرطان هذا يوم مناسب جدا لكل انواع العمل العمال كلها من اولة لاخرة كنتوا ولد صغار كنتوا كبار كنتوا مدرسة بتشتغلوا ما بتشتغلوا عادي بالبيوت معاكم شغل اليوم نهار ممتاز لانه بيعطي مواليد برش السرطان مجال لحتى يناقشوا يحكوا يفسروا يبرروا يحللوا وايضا لحتى يستقطبوا المجالات والفرص المهمة اليوم نهار ممتاز ما في حدا بيقو عليكم ممكن بافكاركن او بطاقتكن الجسدية والفكرية نهار ايجابي جدا وتوقعوا خلاله الكثير من التواصل الايجابي والبناء والاخبار السارة كلكن محظوظين اليوم بشكل خاص 19-11 تموز يوليو بنتقل لابرش الأسد مواليد برش الأسد اليوم في تقدم اليوم المصروف اليوم الامور المالية اليوم الاوراق المالية اليوم اللي تشكيت الرايحة والجاية رصيدكن المعنوي والنفسي والمالي تنتبهولو اليوم في بعض التحدي عند مواليد برش الأسد لكن التحدي ليس بالضرورة يكون مالي مش انه مثلا رصيدكن خلص او عندكن يمكن مسؤولي نو يمكن يكون فيه نوع من تحدي للكم بشغلكم بدرسكن بعملكم طالبين منكن اداء معين والوقت عم يمروا بسرعة ففي احتمال هذه الامور تمر عندكن اليوم كما انه في احتمال يكون فيه بعض المتطلبات العائلية المالية بنت إلا برش العذراء مواليد برش العذراء ومع وجود الأمر ببشكن انتم الأقوى انتم الأنشح مواليد برش العذراء وانتم أشخاص اليوم مبدعين انتم مبدعين بعملكم بشغلكم شو ما بتعملوا اليوم ما فيه علامة ما فيه ما فيه غبار على شغله لمولود برش العذراء ف ومولود برش العذراء انتم الأنشح الأقوى وفيكن تتوقعوا انه اليوم كل الأمور تبرم وترجع لعنكم انتم المصدر انتم البداية وانتم النهاية الامور اللي انتم ناطرينها مفروض التم بعد فيه عندكم اليوم وبعد فيه ايضا يوم الاربعة كلكن محسوسين بشكل خاص 31 أب أغسطس 1 سبتمبر 15-21 سبتمبر كمل مع برش الميزان يلي اليوم يمكن يتأفف شوي مولو برش الميزان لانه فيه بعض الانتظار تحسوا انه الوقت مش ماشي وكأنه المعاملة مش ماشي وكأنه هالإيميل ما عم بيروح او ما عم بيروح عادي ناطرين ناطرين ومش عم بيردو حتى لو لجيتو يمكن تطلع النتيجة انه لأ باكن تنطروا مش وقتا مش وقتا اليوم مش وقتا اليوم وقت انكم تشتغلوا باللي موجود عنكن تاخدوا الامور مثل ما هي على عد على أدعى الليتا وطولوا بالكن موليد برش الميزان اليوم النهار يمكن يسبب لكون نوع من شعور بالاحباط لانكم تأخرتوا او تأخروا عليكم بالجواب باكن تنطروا ليوصل الأمر لبرشكم وأنا حكي عن هالموضوع بالأبراج الأسبوعية كنوا حضرين 98 أكتوبر 21 بنتقل لبرش العقرب اليوم مولود برش العقرب من الأشخاص المناسبين الأنسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب أشخاص تتفاعلوا بطريقة حلوة مع الناس من حولكم اليوم موليد برش العقرب من الأشخاص يلي الناس تتفاعل بوجودكم بحضوركم لأنه تفاعلكم هو إيجابي تحت أثير الأمر في برش من برش العقرب اليوم موليد برش العقرب أشخاص ناضجين بيتعاملهم مع الناس اجتماعيين منفتحين ومرنين في بط الأمور تسوية الأمور بحث الأمور وبالتالي مشاركتكن بناءة جدا بنتقل لبرش القوس اليوم موليد برش القوس نهارون حذركم منه أنا بالأبراج الأسبوعية لازم تسمعوا الأبراج الأسبوعية اليوم موليد برش القوس ويلي بعد ما سمع الأبراج الأسبوعية لأنه كتير من موليد برش القوس عم تحطوه لي أنه أين تمنا نخلص من هالتأثيرات السلبية رجاءا رجاءا تسمعوا الأبراج الأسبوعية لموليد برش القوس يوجد انفراج وتسمعوا الأبراج الشهرية كمان لموالي برش القوس لأنه شهر نوفمبر شهر ضروري جدا في تعليمات للكم في نصائح للكم بالأبراج الشهرية واليومية المهم اليوم مواليد برش القوس الأجواء عنكن تحذر من إهمال ومن أخطاء ومثل ما يقول مثل غلطة الشاطر بألف غلطة بهيك يوم في نوع من تعب في نوع من مشاكل مشاكل زوجية عائلية مع الأهل ويمكن تكون مهني يكونوا جدا حذرين هذا اليوم هو يوم لوحد يتضبضب فيه يقعد عائل وما يعمل مشكل ويطنش ويكون تطنشوا يلي عنده شغل بده يكون محضر حاله لأنه أي إهمال نتيجته صعبة فكونوا حذرين اليوم وما تقولوا ما قلت لكم خاصة 12 و13 ديسمبر بنتقل إلى برش الشدي مواليد برش الشدي يوم رائع من الأيام الرائعة وأنا حكي كتير عن مواليد برش الشدي شي حلوة بالأبراج الأسبوعية والأبراج الشهرية مواليد برش الشدي هذا اليوم هو يوم لحتى تحققوا ذلك الهدف اللي حطينه قدامكم ما تتأخروا ما تكونوا كسولين ما تكونوا خجولين اشتغلوا على أساس خطة معينة وتقدموا فيها أوه الكون ورجاء ما في لزوم للقوة العنف لا بالقول ولا بالفعل بكل هدوء ورواء تاخدوا نصيبكم ونجاحكم كلكم محظوصين اليوم خاصة 12 كانون الثاني يناير بنت إلا برش الدلو مواليد برش الدلو اليوم هو يوم لتصحيح أخطاء الأحد والتانين يلي كانوا صعبين عم بحكي عن تاريخ 8 وتاريخ 9 نوفمبر 22 التاني إذا ما صار شي مع أنه كانوا يومين كتير تقال اليوم هو نهار عم بيمهد للخروج من هالنفق الصعب يلي عشتوا فطبعا مواليد برش الدلو من الأبراج اللي لازم يسمعوا الأبراج الشهرية والأسبوع اللي لأنه شهر نوفمبر شهر حذر ودائي المهم اليوم مواليد برش الدلو قادرين أنه يكون تطلعوا من هالنفق وتوصلوا إلى شط الأمان توصلوا تعبنين هالكنين اللي كانوا بتوصلوا هلأ بكن تشوفوا أنه في بعض الأمور يلي ممكن خسرتوها بهاليومين اللي ما رأوا في مجال أنه نوعا ما ترجع تتزبط شوي في احتمال أنه الخسائر اللي خسرتوها منا مهمة لألكن توصلوا إلى قناعة جديدة وبتعترفوا بينكن وبين حالكن أنه فلان وفليتين فعلا منن أشخاص حقيقيين ما بتقدروا تتكلوا عليهم بتكتشفوا أكتير توصلوا إلى قناعة أنتوا اكتشفتوا لكن اليوم التالتة في قناعات جديدة بانتظار العالم من موالي برشة الدلو لأنه شايفوا الأمور مثل ما هي على حقيقتها الأكثر حظا فيها تكون 3-4 و 5 شبهات فبراير فيها تكون تكمل مع برشة الحوت مع أنه في مواجهة لألكن من الأمر يمكن تكون من خلال اتصال إيميل بيوصلكم نوتيفيكيشن بيوصلكم تزعجكم بتضيئكم بتحسوا أنه في تحدي في حدا عم يتحدى شغلكم أنه شغلكم منه كتير نظيف وشغلكم منه كتير مرتب لكن اليوم هو يوم مناسب للقيام بكل الاتصالات بكل الزيارات بكل الانترفيوز إذا عنكن يها وإذا مجبورين ما تخافوا عنكن طاقة هائلة لكن شوي شوي بكنت استعملوها بطريقة سلسي ومريني لحتى توصلوا إلى هدفكن بالهدوء وبالرواء بتوصلوا لأعلى قمة عنكن يها اليوم كلكن محظوظين بشكل خاص 7-8 أدار مارس بختم مع مولود اليوم مولود اليوم بقوله أنه بانتظاره سنة سنة فيها تكون ناشطة أو بتحطك بتحطك مولودة اليوم في مبارزة وفي منافسة وفي نشاطات متنوعة مهنية ودراسية وعائلية واجتماعية سنة مهمة جدا للوصول إلى أعلى القمام نوفمبر ديسمبر أدار مارس حزيران يونيو تموز يولو سبتمبر من أفضل الأشهر إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر